في البداية أحب أتكلم عن كتاب حضرتك واسمح لي قاف عند العنوان وقبل ما نتكلم عن الأدب التاريخي والكتابة التاريخية مستقبل التاريخ مستقبل التاريخ عنوان شيء قيداً عنوان ملفت جداً كلمني شوية عن اختصار حضرتك للعنوان هو في البداية طبعاً عشان الكتاب أساساً تاريخي وبيستعرض مراحل تاريخية معينة سواء على مستوى العالم أو على مستوى مصر اكتشفت أن كل الأحداث التاريخية القديمة والحديثة هي يعني ذات الأحداث لكن باختلاف مواقف اختلاف شخصيات طبعاً عبر العصور يعني وبالتالي وجهت النظر في هذا الكتاب أنه لا جديدة تحت الشمس يعني كل الأحداث التاريخية ولا سيما فيما يتعلق بأحداث الصراع وأحداث المشكلات التي تكون دائماً ما بين الدول والجماعات وما إلى ذلك نجدها كلها يعني نفس السيناريو نفس الأحداث إن كانت طبعاً بتختلف من شخصيات بتختلف عبر فترات زمنية فده كان بيخليني أن أنا لما جيت اختار العنوان كان عنوان مستقبل التاريخ على اعتبار أنه بيدي انطباع بأنه هو لا جديدة تحت الشمس لا جديدة تحت الشمس وأنه مستقبل التاريخ هو التاريخ نفسه وده اللي حضرتك عايز تقوله أنه ما فيش جديد في التاريخ وأنه التاريخ معروف والحقيقة عنوان شعيق يبدأ نسمح لأحياء حضرتك على اختياره ترجمة نانسي قنقر